أهلاً وسهلاً بحضرتك وبنهني حضرتك على الحقيقة النجاح اللي احنا شوفناه النهاردة من خلال مجبود شاق وضاني على مدار عام كامل أهم التحديات اللي قبلت حضرتك وفريق العمل في تحضير لهذا المؤتمر في ظل وجود تحديات وأزمات جيوسياسية وأزم الطاقة وأحداث نحن كلنا أعلن بها شكراً جزيلاً التحضير زي ما تفضلت سيادتك تم منذ نهاية كوب 26 في جلاسجو وعندما أعلن عن استضافة مصر وهذا شرف تحظى به مصر لما أبدته عبر السنين من اهتمام ومسئولية تجاه قضايا تغير المناخ هو شرف ومسئولية مسئولية أن نقود الإطار المتعدد الأطراف في قضية بهذه الأهمية قضية تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم وبالتأكيد أنها تمس للدول النمية بشكل رئيسي وجوهاري كان من الأهمية أن نطلع بالتنصيق مع فريق العمل البريطاني ولكن في ظروف مغيرة تماماً عن السنوات السابقة نظراً للتوترات الجيوسياسية التي نشأت وتبعات ذلك في الإطار الأزمة الاقتصادية العالمية والارتفاع الأسعار والتضخم وكل التدعيات السلبية المتصلة بهذا الأمر لأنه جعل الأولويات التي تم التركيز عليها منذ قم مؤتمر باريس وثم جلاسجو والتعهدات اللي قطعتها الدول على نفسها يظهر بعض التراجع وبعض التسكية أولويات أخرى غير أولوية التعامل مع تحديات قضية المناخ فكان أهمية أنه نبرز أنه هذه القمة هي قمة التنفيذ قمة التجاوز التعهدات إلى تنفيذ التعهدات بشكل عملي وبشكل واقعي يكون له تأثير فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتعامل مع القضايا الجوهرية قضية التمويل اللي تتيح القدرة على تناول قضايا التكيف والتخفيف وأيضا العمل على إدخال إلى برنامج عمل للمؤتمر قضية مطروحة على الساحة على مدى 30 سنة فتركزت الاتصالات الوزرية الغير رسمية على مدار العام لتسكية اهتمام الغالبية العظمى من الدول بهذه القضية وهي قضية الخسائر والأدرار والحمد لله بعد مفاوضات عميقة ومدنية خلال 48 ساعة من قبل فريق التفاودي المصري تم التوصل إلى اتفاق حول برنامج عمل المؤتمر واعتماده صباح اليوم بسلاسة ترجمة نانسي قنقر